هذا وقد أعلن وزير الصحة حسن التميمي عن قرار مجلس الوزراء تعليق الدوام الحضوري للكليات والمدارس الأهلية وإيقاف كافة الامتحانات وذلك خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي الذي أعقب اجتماع الحكومة الأسبوعية أيضا حقا كانت هناك إجراءات اللي هو تعليق الدوام الحضوري بالنسبة إلى الكليات والمدارس الأهلية وإيقاف كافة الامتحانات الدوام سيكون إلكتروني اعتبارا من يوم الخميس الساعة الثامنة مساء مع إيقاف كافة الامتحانات الحضورية لطلبة المدارس الابتدائية المتوسطة الإعدادية سواء الأهلية أو الحكومية وكذلك بالنسبة للجامعات يسمح فقط لطلبة المراحل الأخيرة لكليات الطب البشري بالدوام خلال هذه الفترة وأيضا المراحل الأخيرة لكليات الصيدلة وطب الأسنان كولديهم تدريب عملي بالمستشفيات حتى لا نؤثر على المستوى العلمي